رسالة صوتية بعتها لي أب قال لي أنا خايف من المنظر لأن الرياضة هي المفروض تشيل الكابتل اللي عندنا تفرق الكابتل اللي عند أولادنا هي دي الرياضة اللي احنا بنجري عشان نعلم أولادنا قال لي كده بالنص أنا خايف على أولادنا في المستقبل أنا خايف من الفترة اللي جاية في المستقبل ليه؟ ويجي تنظروا ليه؟ قال إذا كان ده بيحصل في الكرة والشتيمة والألفاظ الخارجة والأفعال الخارجة فالمستقبل إيه؟ أنا بقول له ما تخافش أنا بقول له ما تخافش لأنه فيه نمازك كتيرة في المجتمع كويسة منها ناديك اللي أنت بتشجعه ناديك اللي هو خسران وقف في نص ملعبه ما راحش للطرف التاني الطرف التاني بدل ما ييجي يقول له يشد من أزره زي من الرياضة بتقول بيعمل العكس فعشان كده لازم ندوس على هذه النمازج الجيدة وما تخافش على مستقبل ابنك وما تخافش على المستقبل في كل الأوقات على فكر هذه النمازج السيئة اللي بتحصل في المجتمع موجودة على مر الأزمنة أوعى تفتكر أنت عايش بس دلوقتي فبتتكلم على النمازج اللي قدامك لكن بقية النمازج إيه؟ في نمازج إيجابية جيدة منها النادي الأهلي عشان كده بقول لك وإنت زعلان النهاردة وإنت زعلان مبارح أنا عارف أن أنت نمتم يوم الخميس زعلان وإنت فيز بدربات الترجيح المنافس ما فازش عليك حتى جوة الملعب فاز عليك بدربات الترجيح وفي قوانين الاتحاد الدولي إن مباريات التعادل والفوز بدربات الترجيح لا تحتسب فوز لكن أما تيجي في الريكورد كده هتلاقيها مباراة تعادل لكن ضربات الترجيح عشان في المباريات اللي زي دي فعشان كده بقول لك وإنت زعلان بقيت يوم الخميس الاثنين جاي طوال التاريخ المباراة اللي أقيمت بوكس تو بوكس في أسبوع واحد نادي الأهلي متسادي أما تعادل أما النادي الأهلي فايز فأفرح بفريقك والنادي الأهلي حتى مدرب نادي الزمالك سامي الشيشيني بعد المباراة قال إيه أنا ما أقدرش أفتح في فرقتي قدام النادي الأهلي شايف قيمة فريقك ما أقدرش أفتح فرقتي وإلا هيحصل في فرقتي ممكن فرقتي تتبهدل ده مدرب الخصم لعب على قد إمكانياته وظف إمكانياته إنك إنت ما يجي لكش التوفيق في المباراة ما يزعلكش من فرقتك لكن لازم تقف معاه وإحنا دايما على الحلوة والمرة معاه بس يزيبكوا بقى من الحلوة والمرة خليك فخور بفرقتك اللي هو النموذج العكس إنه بأدوس